اتخذت قوات الأمن الكردية سلسلة من الإجراءات لتأمين الانتخابات البرلمانية في الأقليم قائد شرطة محافظة إربيل اللواء عبدالخالق طلعت أكد أن حركة التنقل ستمنع بين محافظات إقليم كردستان وكذلك بين الأقليم والمحافظات الأخرى مشيرا إلى أنه سيتم رفع الحضر عن حركة التنقل بعد الانتهاء من التصويت العام في الساعة السلسة من مساء الأحد